هذا هو فنج سوف نقسم لكم مرحبا القرمشة بطريقة بسيطة بطريقة بسيطة ونحن الله تحضروا بصحة ورحمة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته البنات ومرحبا بكم في القناة اليوم هي البنات سوف نحضر معكم السفنج بطريقة مبسطة وسهلة وبدون عانا وبدون تعب بطريقة تكتشفوها سوف يأتي سفنج غزال ومقرمش وزوين مكونات موجودة عندكم في الدار نتمنى تشوفوا الفيديو الأخير وتبرتجوا الفيديو مع الأصدقاء ومعارف ديالكم لكي تعرفوا الطريقة ومعارف دياله ومعارف دياله ومعارف دياله ونحن الله ونحن الله تجربوه لولداتكم ونجد تكتشفو الطريقة والمقادير في الفورجة ممتعا لا تنسوا الدعم واللايكم ومرحبا بكم على بركة الله امدى معكم الطريقة والمقادير دياله السفنج المغربي في المقادير نحتاجوا هنا الخامير الفورية معلقة كبيرة نحتاجوا جوج كؤوس ديال الماء ونحتاجوا أربع كؤوس ديال الدقيق نحتاجوا شوية السكر ونحتاجوا شوية ديال الملح هذا هو ماء المكونات في هذا الإناء عملت هنا السكر وعملت كأس الأول الماء الدافئ وملحقة كبيرة ديال الخامير الفورية سنخلط هذه المكونات جيدا من بعد سنأخذ جوج كؤوس من الدقيق سنأخذهم ونضيفهم لهذا الخالط والخالط سيكون جاري من بعد سنجعله يرتاح ونشاء الله ونكمل معاكم هنا ضفت الكأس الأول ديال الدقيق من بعد سنضيف الكأس الثاني وجوج كؤوس الثانية سنجعلهم محتل من بعد سنضيفهم شدابة يعني هذا الغرض عندي أنني نجعل الخالط ديالي يرتاح ويخمر من بعد سنكمل معاكم المهم هنا تخلطوا مزيان تخلطوا جيدا حتى ينساجموا هذه العناصر جيدا ويتخلط كل شيء خلطوا مزيان من بعد سنضيف البلاستيك ونضيف الخالط جانبا سنجعله 4 ساعة ترتاح لتضعف الحجم ونضيف باقي المكونات باقي المكونات سيكون سفنج غزال من أرواع ما يكون ان شاء الله تحضروا العشاق لأنه كان معروفا في المغرب نضيف المكونات سنضيف مدة 4 ساعة هنا نضيف كؤوس ديال الدقيق ونضيف الملح على حسب الدق من بعد سنضيف المكونات جيدا خلطوها مزيان من بعد سنضيف الكأس الأول ديال الدقيق المهم الكأس الثاني تتجمع من بعد سنضيف طحين المجرد حتى نضيف لا يمكن أن يشرب من بعد سنضيف دقيق من بعد سنضيف دقيق دقيق ومن بعد سنضيف والعجين تجمع نضيف نضيف الطحين المتبقي نضيف أسزة قليلا ثم نرتاح المدة 10 دقائق ثم نريكم ماذا ستعملون لها نكمل الدقيق نضربها جيدا حتى يدخل فيها بحلقة تهوى ثم نضيف نضيف دقيق ثم نضيف الطحل نرتاح أحيانك نرىها سنخلها 10 دقائق ثم نضيف ثم نغطيها نضيف ثم نضيف ثم نضيف ثم نضيف حتى يضيف الحجم وتشكلها نغطيها و نجعلها ترتاح 10 دقائق ثم نضربها و نضربها جيدا و نضربها جيدا ثم نضرب 10 دقائق و نضربها جيدا ثم نغطيها و نجعلها ترتاح حتى يتضعف الحجم ثم نشكلها و نمر مباشرة لكي نخبزها ثم نجعلها ترتاح حتى يتضعف الحجم ثم نضربها و نضربها ثم نجعلها حتى يتضعف الحجم ثم نشكلها كويرات و نرى كويرات الحجم يجعلون على المباشرة ثم نضرب حتى يتضربها ثم نضربها و نوفر Denys ثم نضربهم حتى يتضعف الحجم ثم نضربها لن نضربها و لنضربها و لتنتموها ثم نضربها يجعلون على مباشرة ثم نباد في مباشرة بمثل الخيوطة أحد تم مدهنها بلاستيك من بعد يديكم بالزيت و تخرجوا من ذاك الهواء و تشكلوا على حسب اللي بغيتوا سواء كويرات صغار كبار اللي ريحكم هنتم لا يراها لكي يبليكم ركت بليكم في حل يعني في حل يعني خيوطة هنتم مو بتاع شكل ديالها يعني يزوينا صافي هنا غدي نعملها كويرات الحجم اللي بغيتوا سواء صغار بغيتهم سفينجات صغار بغيتهم كبار اللي يعجبكم من بعد غدي نعملهم في فوحد الطاوى و مباشرة نكون كنسخن الزيت و هاكوية باش نمر نقليهم و ان شاء الله تشوفوا تقديم ديالهم يعني كي يجيوا غزالين و انا منعوا الشاق سفينج و هادي الطريقة اللي تعتمدوها باش هاكو ان شاء الله يعني تصدق معاكم صافي هنا ساليت من بعد يعني كتتكملوا هذيك العجينة ديالكم كاملة و هناخد جوج ديال المقالي هناخد واحد الميقلات غنعمل فيها الزيت تسخن و من بعد ناخد هذيك العجينة و نعمل فيها تقب و نبقاها بحالها ندي و نجيب صافي و من بعد كتكون هاد المقالة كتكون فيها شوية ديال الزيت ما كتكونش بزاف و مقالة أخرى كتكون فيها زيت بزاف نخليها هنا حتى غتش دراسها يعني تكون بدت تتجمع هانتم كما كتشوفوا من بعد غن نهزها و نعملها في البلاسة الأخرى من بعد أخوتي كنخليها حتى غادي تتجمع مزيان و ما تبقاش يعني كتتتحمر شوية من التحت و مباشرة كنناخدها و كنعملها في الزيت الثانية عندي كسرونة واحدة أخرى كيكون فيها الزيت مزيان و من بعد مباشرة كنخلي حتى كتتتحمر و كتش دلون الدهبي و كتحصلوا على السفنج كيكون رائع و زوين و القوام ديالو يعني من دكشي صافي اخوتي بحال هاوكا كنخليها يعني كتش دراسها و من بعد هاوكا يامني غادي هانتم ما كتشوفوا ديك الفوقاعات من بعد سابني كتتحمر من التحت غادي نقلب هالجيها الأخرى و خلي حتى غادي تدهب صافي و نعملها في واحد لكي يكون ديال يعني ديال المطبخ من بعد صافي كتحصلوا علي على تشكل هادا ها هي هنية حمرات كتجي غزالة و زوينة و ان شاء الله يرب يتجربوا هالطريقة البسيطة جدا ولكن ما نقوش لكم نتيجة ديالها غزالة غزالة بزاف هانتم ما يعني كنخليها تشد راسها ملتحت و مباشرة او ثاني كنعملها في الزيت الثاني صافي و من بعد كتحصلوا علي على تشكل هادا كيجي واحد سفنج من اروع ما يكون و غزال و في حال ديال الزنقة و احسن لانا مصنوع في الدار و عارفين شنو فيه بمكونات ان شاء الله يعني عندكم في الدار و ان شاء الله نتمنى تجربوه و انتنا تعاليق ديالكم و انتنا البارتاج ديالكم و دعمكم لي دائما كيفرحني الهلي خطكم عليها واشركم بروكا و ان شاء الله نكون دائما عند حسن ظن ديالكم كيجي متقب و كيجي غزال من الداخل و كيجي اسفنجي و ان شاء الله تعتمدوا هالطريقة اللي بسيطة جدا و في المتناول و بصحتكم و رحتكم و ان شاء الله دائما نكون عند حسن ظن ديالكم و مرحبا بكم شكرا عن المشاهدة و المتابعة كانت معاكم وصفات رشيد العماري و الى فيديو قادم بحول الله مع وصفات سهلة و مبسطة بسلام عليكم